حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت انطلاقة المونديال شكلت وعود تلفزيون لبنان بنقل المباريات أمل المشاهدين لكن المشرفين على إدارته لجأوا إلى الفيسبوك للسخرية من الوعود القطرية هذا الفشل ببث المباريات حرم الكثيرين من اللبنانيين من متابعة اللعبة لا والله ما حضرناهوش لأن ما فينا نحضر لأن على الأذعات مش عبيجي وبدن خط وكارت وما فينا نشتره نحنا جامعة فقرة ما فينا نشتره هذا اللعب لعب الفقرة إذا هيدا محرمين منه عن جد أن يطلع شي سياسي واحد بس يعني مننا مفاجأة أنه نحنا بدلا نعطيه كل المونديال تحضروا بالبيت نحنا خلصنا المدرسة بكير كلمان نحضر المونديال كل الناس المشتركة عم يحضروا المونديال ونحنا المش مشتركين ما فيناش نحضر المونديال المشكلة لم تكن أبدا لدى الميسورين ماديا الذين لجأوا إلى المطاعم حيث كلفة العشاء الهادف إلى مشاهدة المباراة تصل إلى 30 ألف ليرة على الشخص الواحد في طرابلس كان الحل من خلال المقاهي الأقل كلفة من المطعم أما في بعض البلدات كغزير فالبلدية هي التي اشتركت ودفعت واشترت الشاشة العملاقة افساحا في المجال أمام عشاق اللعبة بمشاهدتها في الساحة في المباراة الأولى شكلت قناة التأفآن الفرنسية المتنفس الوحيد لمتابعي المونديال من غير المشتركين قبل أن تشفر في الشوط الثاني بكبسة زر من موزعي الكيبل فماذا عن المباراة المقبلة؟ وهل سيبقى المشاهد اللبناني ضحية القانون والإهمال ومالكي الحقوق حتى نهاية هذا العرس الكروي؟ ترجمة نانسي قنقر